أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بث هذا اليوم من كل عام في الخامس عشر من شهر حزيران يحتفي المثقفون العراقيون والإعلاميون منهم بخاصة والصحفيون منهم بوجه أخص بذكرى تأسيس أول جريدة عراقية هي جريدة الزوراء هذه الجريدة كانت بداية لعهد جديد في تاريخ الثقافة العراقية ونهاية لعهد سابق كانت له خصائطه المختلفة تماماً عما سيحدث بعد صدورها جريدة الزوراء كان صدورها عام 1869 يمثل مغامرة حقيقية لصاحب قرارها وهو والي بغداد المصلح يوم ذاك متحة باشر مغامرة من وجوه عدة أولاً لم تكن هناك مطبعة تخيل التفكير بصحافة دون طباعة هذا أمراً يقتضي أن تكون هناك مطبعة ويقتضي أن يكون هناك فينيون يديرون هذه المطبعة ويقومون بتصفيف الحروف بأيديهم وفقاً للطرق القديمة المتبعة في ذلك الوقت بل وأن يحفروا اللوحات الزينكوغراف أيضاً بوسائل بداية تماماً حيث الوسائل الزينكوغراف التي يستخدم في نقل الصور والمخططات وغير ذلك والخطوط أيضاً كانت هناك مشاكل أخرى ليست الطباعة فقط وإنما التحرير لم يكن هناك محررون إطلاقاً نعم كان هناك علماء كبار تجدهم في مدارس بغداد وفي مدارس مدن أخرى في العراق ولكن هؤلاء كانوا قد اعتادوا على الكتابة وفقاً للطرائق القديمة كانوا أولاً يعني يحشون كما يقال يعني يكتبون الحواشي على المتون على الكتب السابقة ويدرسون وفقاً للأساليب وحتى المصطلحات الموروثة في هذه العلوم أما أن يكتبوا ليخاطبوا فيما يكتبون الجمهور فكان هذا أمراً يعني غريباً وجديداً يعني لم يكن له ثوابق في هذا وأنتم تعلمون أن الصحافة لها أسلوبها ولها مصطلحاتها ولها صياغاتها وإن لم يكن أولئك يعرفون هذا كله باتت قضية التحرير الصحفي قضية يعني مستعصية إلى حد كبير ثم الصحافة تستلزم المترجمين لأنهم لأن الصحيفة كانت يعني تتابع ما يجري ليس في الداخل فحسب وإنما في العالم هناك قسم خاص للشؤون الخارجية للشؤون الخارجية وتتابع أخبار ما يجري في أوروبا من حروب وما يكتشف ويخترع وأزمات العالم وإلى غير ذلك كل ذلك كان يقتضي إتقان عدد من اللغات التي يمكن أن تكون وسيلة لنقل ما يجري من أخبار هذه أيضا مشكلة كبيرة يعني هل نتوقع أن يكون في بغداد في عام 1869 من يتقن الترجمة من هكذا لغات الفرنسية والألمانية والهندية واللغات الأخرى لا نحب أن نعد كثيرة هي اللغات التي كانت يعني يحتاجها العمل الصحفي وخاصة أن الزوراء عنيت منذ عددها الأول بمتابعة الشؤون الخارجية كما أن هناك صعوبة أهم من هذا لم يكن هنا قراء تصوروا لم يعتد الناس على قراءة الصحف كانوا قد اعتادوا على سماع الأخبار من مصادرها التقليدية من المنادين من المجالس الأدبية التي تعقد خبر من هنا وخبر من هناك ولكنهم لم يكنوا قد اعتادوا قراءة الصحف أصلا لأنه لم تكن هناك صحف وبالتالي لم تكن هنا قاعدة من القراءة الذين يعني يشترون هذا الاختراع الجديد الصحيفة وبالتالي الجديدة كانت معرضة لأزمات مالية اقتصادية باستمرار لأنه لم تكن هناك لم يكن هناك قراءة يشترون هذا العدد متاعب كثيرة وقد تغلبت الزوراء وهذا هو المهم هذا الذي يحتفى به في ذكرها تتمكنت من حل هذه المشاكل الحقيقية متحة باشا فكر هذا الرجل الحقيقي كان رجلا عمليا أول ما فكر بالمطبعة جريدة بلى المطبعة هذا شيء مستحيل فاستجلب معه مطبعة وحروف وشدة في بغداد ولما لم يكن هناك فنيون يعرفون الطباعة جاء بعدد قليل من الفنيين لينصبوا هذا الاختراع الجديد وربما استعاني ببعض المترجمين غير العراقيين لحل مشكلة الترجمة ربما يكونوا من السوريين وقد لاحظت بعض الإشارات التي تدل على أن المترجم لم يكن عراقيا في طريقة تلفظه للحروف حرف الذال مثلا واضضاد وغير ذلك اخترت مدرسة بناية لمدرسة مهمة قديمة في مدارس بغداد هي المدرسة العالية التي يشغل مبناها اليوم مؤسسة بيت الحكمة قريبة من الصراي القديم وقريبة من وزارة الدفاع القلعة كما كانت تعرف سابقا هذا المبنى استحصل متحة فاشا على فتوى من أحد المفتين الكبار بجواز تحويلها إلى دار لمدرسة صناعية وفعلا حولت إلى مدرسة صناعية وشجع الشبان الأيتام خاصة للدخول إلى هذه المدرسة وتعلم الصناعات كانت واحدة من أهم تلك الصناعات هي صناعة الطباعة فأصبح للمطبع ميلاكها وأصبح لها فنيوها وباتت جريدة الزوراء تظهر بيسر كلما تقدم الوقت وتخرج هؤلاء من قسم الطباعة أو قسم الحروف أو ترتيب كان يسمون مرتبين لأن يرتبون الحروف بأيديهم وهي عملية شاقة جدا كانت يعرفها الطباعون السابقون المسألة المحررين تغلبت عليها بسرعة في البداية استعين بالموظفين المتنورين يعني فئة الأفندية كما كان يسمون الذين يعرفون مثلا الفرنسية الفرنسية كانت أكثر انتشارا حتى من الإنجليزية يعرفون الفرنسية ويترجمون منها وشيئا فشيئا زاد عدد هؤلاء وزادت كفاءتهم فيما ينقلون بشكل واضح العدد الأول شيء والعدد العاشر شيء آخر والعدد الألف شيء آخر كان هناك تطوير لأسلوب الترجمة لصياغة الخبر بمعنى للأسلوب الصحفي كان هناك تطوير سريع وطور هؤلاء ذواتهم في أن ينقلوا بأفضل ما يمكن ما كان يجري في العالم أو في الداخل أيضا تغلبت الجريدة على مسألة أخرى ربما لم تتغلب عليها صحف عديدة اليوم هي مشكلة تغطية الخبر في مكان حدوثه فنشرت عددا من المراسلين كانت تسميهم مخبرين كلمة مراسل لم تكن معروفة مخبرين في عواصم العالم يعني العجيب أن هذه الجريدة بهذه الإمكانات في هذه المدينة في عام 1869 كان لها مخبرون في أكثر العواصم العالمية في برلين في باريس في لندن في مدن هندية فضلا عن المدن العربية الأخرى عدد يعني لا يقل عن أربع أو خمس مراسلين متفرغين فقط للإبراق استخدام التليغراف كان التليغراف حقيقة تغل بكفاءة في هذه الفترة كان عهده حديث في العراق الجريدة كانت تستعين بطريق البرقيات تستعين بأولئك المبرقين في أن تستقبل آخر الأخبار وتقارنها بما تأتي به الصحف وهي تقول ذلك نحن لا نعتمد على الصحف وحدها وأنما نتثبت من صحة هذه الأخبار عن طريق مخبرين يعني مراسلين فانظر إلى هذا التطور السريع في العمل الصحفي بل أن بعض المراسلين كانوا يتقدمون أو كانوا ضمن الحملات العسكرية كما يحدث الآن في الحروب يعني حينما قام متحد فاشا بإنفاذ حملته الشهيرة في الخليج العربي وأدخل الجزء الغربي من شرق الجزيرة العربية في ضمن الولايات العراقية والذين يعرفون تاريخ هذا الفترة يعرفون أن متحد فاشا كان يعني طماحا إلى ضم الخليج العربي إلى دولة العثمانية كان المراسلون يعني يسيرون مع الجيش وينقلون الأخبار أولا بأول كما تقوم به اليوم وكالات الأنباء والصحف الشهيرة وحقيقة هذه التقارير لم تكن تغطي الحدث السياسي أو العسكري فحسب وإنما غطت حتى الشئون الاجتماعية والاقتصالية تحدثت عن مدن يعني الخليج العربي بما قدم فيما بعد وثائق مهمة عن تلك المدن يعني عن الإمارات التي كانت في وضع متواضع جدا في ذلك الوقت في القرن التاسع عشر تحدث أولئك المراسلين عن أحوالها الاجتماعية والاقتصادية حتى عن عدد النخيل في هذه المنطقة في هذه الواحة أو تلك حقيقة هذا شيء مثير للتقدير أيضا كانت هناك مشكلة ليس فقط الترجمة والتحرير وأن مشكلة المصطلح كيف يخاطب المحرر جمهوره إذا لم تكن هناك لغة مشتركة ألفاظ مشتركة مصطلحات مشتركة يتحدث عن توازن دولي في أوروبا والقراء لا يعرفون ما معنى التوازن الدولي يعني لم تمر عليهم بهذا المصطلح أو يتحدث عن اختراع آلة حديثة عن الكهربائية والناس لا يعرفون حتى كلمة كهرباء ولذلك اضطرت أن تستخدم كلمة الاقتريق التي هي الاقتريق المأخوذة من اللغات الأوروبية وهكذا حينما نصب أو أنشئ أول خط للترامواء بين الكاظمية والكرخ وهو ترامو متواضع تجره الخيل لم يكن الناس يعرفون ما هو الترامو أصلا فاضطرت الجريدة أن تذكر هذه الأسماء بأسمائها الأصلية الأجنبية ولكنها بسرعة بدأت تبتكر مصطلحات عربية بديلة يعني الترامواء أصبح محجة الحديد أو سكة الحديد البوز خانة يعني مكان الثلج أو مصنع الثلج بعد سنوات قليلة أصبح ماكنة الثلج يعني كان هناك ضرورة لأن تبتكر مئات أو ربما أكثر من المصطلحات الجديدة وهذا عمل لا تقوم به الصحف عادة تقوم به المجامع اللغوية تمكن محرر الزوراء أن يبتكروا في كل عدد مصطلحا جديدا يبدلون به المصطلحات الأجنبية وكانت تدعو بصراحة يعني وهذا غريب تدعو بصراحة إلى عدم استخدام المصطلحات الأجنبية إلا إذا كانت ثمت ضرورة في الأعداد الأولى تجد كلمة بوستة من بوست ولكن بعد حين أصبحت الجريدة تستخدم كلمة البريد وهكذا وهكذا مخترعات بعضها صعب يعني مثلا الوابور اللي هو الباخرة السفينة التي تعمل بمحرك بخاري كانت في البداية تستخدم الوابور وابورات ولكن بعد حين استخدمت كلمة سفينة النار لأنها عربية والسفينة الباخرة تعمل في ذلك الوقت يعني بالنار بالوقود والفحم وغير ذلك لكن أبدلتها بمصطلح آخر سفينة بخار لأن السفينة تعمل محرك بخاري وهكذا إلى أن نحتت كلمة باخرة فتصور كم مصطلح في مجال الاقتصاد في مجال الشركات لأنه كان عهد تأسيس حقيقي يعني للشركات ومؤسسة شركات في هذه الفترة وعهد البنوك وعهد لا أعتقد أن هذه الفترة كانت فقيرة كانت الدولة العثمانية تمر بمنعطف مهم نحو التحديث والتغريب في أواخر القرن التاسع عشر وأواءل القرن العشرين وبالتالي كانت هناك حاجة مستمرة لابتكار هذه المصالحات حتى أصبح القارئ العربي يقرأ الزوراء بشكل واضح ومفهوم الذين اعتادوا على الإسلوب التقليدي الذي يعني يرد فيه بيت الشعر والمثل القديم وغير ذلك حتى هؤلاء أخذوا يعتادون شيئاً فشيئاً على الإسلوب المباشر إسلوب الجريدة إسلوب المباشر نعم الجريدة حقيقة وهذا شيء ملفت للنظر لم تتخلى تماماً عن بعض تلك الأساليب التقليدية لكن كان هذا خفيفاً على النفس يعني نعم أحياناً تستشهد ببيت شعر وهي تتحدث عن مصير نابليون الثالث تأتي بجزء من آية كريمة وهي تتحدث عن معركة جرت لكن هذا شيء كان يستحسنه الناس في ذلك الوقت وبالتالي كسبت جمهوراً متنامياً أما القاعدة المشكلة الكبرى حقيقة أو الأكبر هي القاعدة القراءة القراءة لم يكن قد اعتادوا على قراءة الصحف ولكن الجريدة استطاعت أن تكسب ثقة الناس بسرعة يعني يقرؤون ما ينبغي أن يقرؤون يتابعون الأخبار إلى غير ذلك استطاعت الجريدة أن تكسب قراءة بسرعة وكان ثمنها بسيطاً كم روبية والذي حدث أن أو قبل عهد الروبيات أو كمبارة وهو العملة العثمانية الأصغر ثم قامت بعملية مهمة وهي تنظيم الاشتراك في الجريدة يعني شجعت الناس على الاشتراك في الجريدة بمبلغ نصف سنوي أو سنوي وبعد ذلك تصله الجريدة إلى بيته عن طريق البريد استفادت من الخدمة البريدية في إيصال العدد وفي تنظيم الاشتراكات وحقيقة يعني استطاعت أن تسدد تكاليف كما تقول العمل والورق والكاغد في البداية عن طريق هذه الاشتراكات جريدة الزوراء شقت طريقها بصعوبة نجحت في تكوين رأي عام من عراقي مما يدور حول بلادهم نجحت في تخريج مئات من الفنيين فني الطباعة والتحرير والترجمة وغير ذلك نجحت في إنماء قاعدة المثقفين والمتابعين للخبر المحلي والخبر العالمي نجحت في متابعة ما كان يحدث في العالم من مبتكرات واكتشافات علمية حقيقة نجحت في كل هذه المهام بكفاءة ومقدرة عالية وطورت حتى اللغة العربية في قسمها العربي هناك قسم تركي لا نتكلم عنه مطابق تماما للقسم العربي نجحت في تطوير اللغة العربية المحكية لغة الصحافة لغة التفاهم العادي يعني وابتعدت بهم نوعا عن لغة الأدبية السابقة وحقيقة يعني من كل هذا نستطيع أن نقول باطمئنان إن هذه الجريدة تجاوزت أن تكون مجرد جريدة صدرت وإنما مدرسة تعلم بها العراقيون أشياء كثيرة بدءا من الطباعة وانتهاء إلى القارئ وأكبر دليل على صحة ما أقول أن أولئك الفنيين وأولئك المحررين عملوا فيما بعد بجرائد أخرى يعني كانت طليعة للجرائد الأخرى ظهرت هناك جرائد ومجلات في العراق ما كان يمكن أن تصدر لو لم تكن هناك قاعدة كفوئة يمكن أن تقوم بكل هذه المهام بل أن بعض أولئك الفنيين والصحفين عملوا في صحف خارج العراق كانت الزوراء فعلا مدرسة حقيقية ومع أنها لم تكن تشغل إلا سردابا في مدرسة الصنائح التي كانت يوما ما مدرسة دينية المدرسة العلية ودار الصنائح هذه أصبحت فيما بعد قصرا للملك فيصل الأول حين قدومه إلى العراق ثم أصبحت شغلتها مؤسسات عديدة ثم أصبحت مبنى الفرلمان العراقي في العهد الملكي ثم بعد ذلك هي اليوم مؤسسة بيت الحكمة المعنية أيضا بشؤون الثقافة والعلم أعزائي المشاهدين أردنا في هذه العجالة أن نلقي ضوءا على هذه الجريدة الرائدة وعلينا أيضا بهذه المناسبة أن نستنزل الرحمات على أولئك الجنود المجهولين الذين اشتغلوا من وراء ستار دار الصناع ليخرجوا لنا هذه الجريدة الكبيرة والمهمة ونذكر أولئك الصحفيين والفنيين بكل خير أولئك الذين أدخلوا العراق في عهد جديد من الثقافة أعزائي المشاهدين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة